السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم عزائي المشاهدين من كل مكان على قناتكم قناتنا بالمعلومات على اليوتيوب زي ما تعودنا في تقديم كل ما هو هادف ومفيد النهاردة هنقدم لكم طريقة تحمي بيها نفسك وتعرف اذا كانت مكالماتك متراكبة او لا وهعلمك ازاي تقدر تستفيد من الطريقة دي في عمل الخير طبعا انا غير مسؤول عن استخدام كل شخص انا بقدم معلومة وانت بتطبعها حسب انسانيتك سواء كانت في الخير فهي سواء كنت تستخدمها في الشعر فهي لك ايضا زي ما تعودنا دايما نفكركم دعم القناة بلايك الفيديو لو عجبكم مشاركة الفيديو على اماكن التواصل الاجتماع حتى يستفيد غيرك وزا كنت تشاهدنا الاول مرة بدعوك بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري ومفيد دائما طيب يا شباب النهاردة ان شاء الله هنشرح درس بتفصيل المقل اه احتمال الشرح يوصل لعشر دقايق بس عذروني علشان تبقى كل حاجة قضحة قدامكم بحيس انك تبقى فاهم كل حاجة انا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل المميل على اساس انك اه يمتخوض تجروة او حبيت تجرب حاجة ما تقفش قدامك اي حاجة نهائية تمام هنخش اول حاجة ان شاء الله على اه المتجر وهنكتب في سرش البحس تسجيل المكالمات هزيل لنا قاهمة كبيرة من البرامج او التطبيقات اللي هي بتسجل المكالمات هنختار اه مسجل المكالمات الايالي اللي هو ده هنضغط عليه لو لاحظنا فوق كده يا جماعة جبل ما نثبت التطبيق هنلاقي بتوع برنامج التصوير اللي انا بصور منه اه الفيديو ده ايكون اه جنب شبكة الواي فاي وايكونة اه في الجنب هنا على الشمال او اليمين اه هنضغط على تسبيط البرنامج عشان تبقى كل حاجة واضحة انا بورها لكم يا جماعة عشان بعد كده هوريكم ان ما فيش اي حاجة بين في اه من البرنامج اللي احنا هنثبته او اي ايكونة ظهرة واتدل على ان في اه في الموبايل حاجة بتسجل المكالمة عشان تبقى كل حاجة واضحة دلوقتي احنا بنعمل تسبيط للبرنامج ونشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل طبعا هنتكلم عبقيل عبقيلة من البرنامج ينزل اه لو انت لك اخة او اختها حابب مسلا تتمن عليه وبيكلم مين بيكلم مين وكده الطريقة داتة هتنفعك جدا في عمل الخير يعني اه في ناس كتيرة حابة انها تتواصل مع مع ابنائها او اخواتها بالطريقة ديتي او حد انت بتخاف عليه اه بالطريقة ديتي انا هوريك الطريقة وانت حضرتك تطبقها زي ما انت عايز انت كانت في الخير او في الشر فهي انت وضميرك بقى واللي يحتم عليك ضميرك انت اللي بتشوف انا بقدم لك معلومة وانت حضرتك انت اللي بتطبقها حسب رغبتك انت طبعا هنستنى لحد ما التطبيق ينزل انا قلت لك مش هافصل الفيديو خالص علشان تعرف كل حاجة بالتفصيل علشان ما تقولشي ان قطعت وعملت حاجات فهنشوف دلوقتي الطريقة معنا اه على طول بدون ما نقطع من الفيديو اي حاجة منتظر لحين ما يثبت البرنامج معنا ونشوف الطريقة اللي احنا نستخدمها وطور اللي احنا هنستخدمها في التطبيق وطبقها عندك وان شاء الله هتلاقي النتيجة مائة في المائة ننتظر جاء لتثبيت التطبيق كده خلاص اه نزلنا التطبيق هنطلع خالص كده لو رحنا على التطبيقات هنلاقي التطبيق بتاعنا اهو مكتوب عليه كالكس ده التطبيق مش هنفتحه دلوقتي التانية حاجة هنروح عليها هنروح على جوجل درايف في كل موبايل طبعا موجود جوجل درايف لو مش موجود عندك تقدر تنزلو منه على المتجر جوجل درايف هو يا جماعة الناس اللي ما تعرفوش بس معظم الناس يعني في ناس كتير اتعرفو جوجل درايف اهو هنفتح جوجل درايف اه بمجرد منه فتحت جوجل درايف لو لاحظنا ان في ايكونة اه او شعار اه طلع من اسفل الشاشة ونزل تاني ده بيدل على ان بيوريك الاميل اللي هو اه مفتوح به حاليا الجوجل درايف لو جينا على طلت شرط اللي موجودين هنا جنب كلمة ملفات وضغطنا كده هنلاقي عندي انا الاميل اللي هو الاساس اللي انا داخل به اللي هو مكتوب عليه افشاد ضيوف قبلها فهيتة زي ما احنا شايفين ده اسم الاميل اللي انا عامل عليه ومسجل عليه الدخول من على جوجل درايف وعندي ايميل تاني وايميل تاني يعني عندي تلات ايميلات لو انت عندك ايميل واحد هيبها ظاهر هنا ايميل واحد عامل منكم تعمل تسجيل دخول به طبعا الايميل اللي انت هتدخل به من على جوجل درايف لازم يكون معاك الباسورد بتاعه علشان تقدر توصل للمكالمات من الموبايل التاني انت فهمني يعني اه لو هتدخل على موبايل حد تمام لازم تدخل ايميل لك انت بالباسورد بتاعك هنا على جوجل درايف تسجل دخول بحيث ان تبقى عندك في جوجل درايف على الموبايل اللي انت هترقبه يبقى بالشكل ده اللي انت شايفه يبقى بالشكل ده لو دغطت هنا تلاقي الايميل اللي انت مسجل به اللي انت سجلته شخصيا بالباسورد الباسورد بتاعه معك انت مش مع الضحيع متن زي ما بيقول او اللي انت هترقبه. اه خلصنا النقطة دي يا جماعة احنا ده كده سجلنا دخول على جوجل درايف من خلال الموبايل اللي احنا هنرقبه تمام? دي طالة نقطة بعد كده هنرجع على التطبيق بتاعنا التطبيق اللي هو مسجل للمكالمات. هنفتح اول ما بيفتح معنا التطبيق بيبقى يظهر عندك بالشكل ده هنضغط على موافق. والمربع التاني كمان موافق هنعلم على الخطيارين دول. وهنضغط على كلمة التالي. هنا هندي الصلاحيات علشان يوصل للمايك والملفات والكلام ده. هندي الصلاحيات بتاحته. هنعمل له سماح. 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 زي ما احنا شايفين كده. وندوس له موافق. آآ هنا هندي آآ سماح بالازان. تمام? هنعلم له علامة صح. بعد كده نرجع كده. لو لاحظنا احنا هنا في مكالمات انا كنت عاملها فانت مش تلاقي اي مكالمات هنا آآ او ممكن تلاقي او ممكن ما تلاقيش تلاقيها آآ فاضي. فحسب معني ما مكالمات ممكن يجيب لك من المكالمات الوارد يعني. لكن انا على ما او ظن يعني هي عشان كنت منزل التطبيق قبل كده وحزفته عشان نوريك طريق التنزيل له كمان. فاحنا هنعمل ايه? هنآ هينزل واحتمال ينزل ما فيهش اي حاجة من الحاجات ديتا او مستجيل المكالمات ده هي بفاضة عندها. معالينا. المهم لو جينا عملنا حاجة بسيطة كده. ودوسنا هنا على الهاتف. ودوسنا على آآ ربعمية اللي هي الشركة طبعا. كده هنلاقي فوق هنا. اهو. لو لاحزنا هنا هنلاقي الايكونة بتاعة الايكونة بسادي جلم والكالمات ظهرة فوق هنا. وهتلاقي ايكونة حبلة احمرة هي. اللي هي دي. ظهرة برضو مع البرنامج. فكل ده احنا عايزين نخفيه خالص. هوريك دلوقتي ازاي نخفيه. دلوقتي في المكالمة هنفترض ان احنا متتصل. آآ بحد ودلوقتي المكالمة كده الزهرة. لو فوقها تبقى زهرة طبعا اللي هو محطوط على الموبايل. اللي هو آآ البرنامج اللي محطوط على الموبايل طبعا هيشك ان في برنامج مسجل مكالمات فاحنا عايزين نخفي الكلام ده. ازاي هنخفي الكلام دويت بكل بساطة هنا هنيجي على خلاص كده احنا وقفنا المكالمة. تمام? اروح على البرنامج مرة تانية. عشان نخفي الكلام ده يا جماعة. اما هنقوش بس ده على ان نتابع جوجل. تمام? هنروح عشان نخفي الايكونات اللي هي بتبقى زهرة على التطبيق. هنيجي على الطالت شرط اللي موجودين هنا. وهنيجي على اختارات. كلمة اختارات. هنضغط عليها. هنيجي على عرض ايكونات الاختارات. هنروح نعمل لها فصل اللي هي فوق دي. نخلي الاتنين دولة مفصلين زي ما احنا شايفين كده. ونيجي تحت هنا. هنيجي على اختارات بعد المكالمة. هنقول له لا مش عايزين اي اختار بعد المكالمة نهائي. بقى احنا فصلنا دي والاتنين دولة. نتأكد ان هم هتفصلوا خلاص معنا. بعد كده هنرجع. وهنروح على. التلات شورت اللي موجودين هنا. بعد كده هننزل على آآ ربط جوجل درايف زي ما احنا شايفين اها. طبعا بيمكنك انك تربط آآ آآ اللي هو معروف كلنا عارفينه. وآآ بيمكنك برضو تربط جوجل درايف. احنا شرحان النهاردة على جوجل درايف. هنختار جوجل درايف. ونعمل له ربط. منجرد ما انت بتضغط على ربط بيفتح لك قائمة بالشكل ده. طبعا انا زي ما انا ذكرت ان انا عندي ثلاث ايميليات على الموبايل مسجل دخول بيهم. فانت هتسجل الاي ما موجود معاك اللي انت سجلت به ازا كنت دخلت ايميل على الموبايل دوتي. آآ في جوجل درايف هزهلك في الايميليات اللي موجودة هنا. فانت هتختار الايميل اللي انت اه عملت تسجيل دخول به من على جوجل هتسجل به نفس التسجيل الدخول على الموبايل اللي هتعمل له ارتباط. هنعمل الارتباط بنفس الاميل اللي هو عفاشات ضيوف ضيوف قبله فهيتا اللي احنا آآ عملنا ارتباط قبل كده عليه على جوجل درايف وراكزه في النقطة دي يا جماعة لازم الاميل اللي انا آآ دخلت به من على جوجل درايف. اهو. هنختار الاميل. وهنعمل له. آآ كده عمل عملية ربط. هنيجي على اول اختير من فوق. هنختاره كده نعلمه. ونسيب كل حاجة زي ما هي من جيش عندها. طبعا دي هتبقى موجودة باللون الاخدر سيبها زي ما هي. ودي باللون اللي هو الرمادي لو عام تحبيه تعمل فكر ربط. فاحنا هنعلم على اول العلام من فوق ونسيب كل حاجة زي ما هي كده. بعد كده هنرجع. كده. هنطلع خالص من التطبيق. عشان في حاجات تانية هنزبطها. آآ هنفتح كده. هنجرب نتصل. هنجرب نتصل مرة ثانية نشوف لايكون هتظهر فوق. ولا لع. كده ما فيش ايها بيك ambigu انتخلص بقى من من الشريط الاحمر ده اللي تبع التطبيق. زي هنختخلص مننا جماعة عشان يبقى كل حاجة تمام مافيش حاجة بقينا من التطبيق اللي هو بيسجل المكالمات. هنفصل بس المكالمة كده. بعد من نفصل المكالمة دايرك على طول بيجيبك على القائمة دي او الشاشة دي. هنيجي على علامة الترس اللي موجودة هنا دي. هنضغط عليها. هنشيل كل علامات الصح اللي موجودة هنا على اساس ان احنا نشيل الشريط الاحمر اللي بيطلع في المكالمة. نتأكد ان ما فيش علامة صح على اي مربع. ونرجع كده. خالص نطلع. ونرجع نعمل المكالمة كمان. لو لاحظنا كده يا جماعة نشوف. فيش اي حاجة كده ظهرة نهائي لفوق ولا في الجنب ولا حاجة تدل على ان في حاجة تسجل المكالمة. طيب احنا خلصنا من النقطة دي. هنفصل بس المكالمة كده. احنا كده خلصنا من النقطة دي يا جماعة. طيب ازاي انا هقدر آآ اخلص من التطبيق ده. هنخفيه من على الموبايل. هنخفيه من على الموبايل ازاي? هنشوف دلوقتي بس بعد ما نشوف حاجة. دلوقتي انا عملت ارتباط آآ ليه ليه جوجل درايف هنروح على جوجل درايف الاول. ونشوف ايه اللي حصل. هنخش على جوجل درايف. لو لاحظنا كده يا جماعة هنلاقي ملف اتعامل باسم البرنامج على جوجل درايف زي ما احنا شايفين بقى مجرد ما انا دخلت جوجل درايف جاب لي آآ ملف باسم كلاكس باسم التطبيق اللي احنا بنسجل به المكالمات. لو ضغطنا عليه كده. هفتح لنا ملفين هنفتح اول ملف من فوق. هلاقي المكالمات اللي احنا عملناها على التطبيق. زي ما احنا شايفين كده دي المكالمة الربعمية ودي مكالمة الربعمية بصيغة ودي بصيغة ملحوظة مهمة جدا يا جماعة انا لو قمت فتحت المكالمة كده اجيب ليه خطأ في خطأ في التشغيل. ليه جاب لي خطأ في التشغيل? لو دست كمان على التانية كده هيجيب لي خطأ في التشغيل. اهي. ليه جاب لي خطأ في التشغيل يا جماعة? علشان انا بكل بساطة انا بسجل فيديو. الفيديو اللي انا بسجله واخد يواخد الصوت من المايك. واخد الصوت من المايك. فمش ينفع يجب لي المسجل المكالمات آآ بطريقة الصحيحة. فانت الطريقة تشتغل معاك عادي جدا. ولو في اي حاجة سيب لي تعليق اسف الفيديو قول لي ما اشتغلش الفيديو ده انا ضامن مليون في المية. مليون في المية مش مية في المية بس ان الطريقة نجحة مليون المية. تمام? بعد كده يا جماعة ازاي ما احنا شايفين ان في المكالمات رحلت لنا على تمام? وده جميل جدا. هنرجع كده. كده احنا ضمننا ان اي مكالمة بتحصل على الموبايل ازا كانت آآ صادرة من الموبايل او واردة جاية من الموبايل تاني بتيجي بتجي لنا على جوجل طبعا اي مكالمة طبعا بتسجل بتروح على طول دايرك على جوجل لان احنا ربطنا التطبيق آآ مسجل المكالمات ان هو يخل لنا المكالمة اللي هي على الموبايل بيودهنا على جوجل بيحفظها على جوجل فانت اما يكون معاك الاميل والباسورد بتاع جوجل اللي انت ضيفه على الموبايل اللي انت بتربط منه بتقدر تتحكم فيه من على الموبايل تاني اتقدر تخش بيه على جوجل درايف دويت من خلال الموبايل تاني وتقدر تسمع المكالمات اللي حصلت على الموبايل ده بكل سهولة. طيب احنا كنا ذكرنا ازاي نقدر نخفي التطبيق ده طب ما احنا كده احنا في عقبة برضو انها في التطبيق موجود. واي اه حد احنا حطين له التطبيق دويتها هيشكن ده تطبيق مسجل المكالمات مع ان هو طبعا مش موجود هنا بس هو اه هنلاقي اه لو دخل عليه هنلاقي المكالمات بتاعته. فاحنا نعمل ايه هنحاول نخفي مش نحزف عفوا هنخفي التطبيق ده ازاي هنخفي التطبيق ده بكل بساطة. هنيجي على آآ الشاشة الرئاسية هنضغط ضغط مطولة كده. لحد ما تظهر لنا اعدادات الشاشة الرئاسية زي ما هنا شايفين الترس اللي موجود هنا ده. هنضغط عليه. ولو نزلنا لتحت كده يا جماعة هنلاقي كلمة اخفاء التطبيقات اهي. لو ضغطنا عليها. هيجاب لي انت كل التطبيقات. طيب ده اول حاجة. الحاجة التانية. الحاجة التانية ممكن نجيبها من الضبط. بتاع الموبايل. هنضغط على كلمة الضبط. هنيجي على كلمة الشاشة. هنضغط عليها. وهنزل تحت على آآ كلمة الشاشة الرئاسية اهي. اهي انا مشاور عليها اهي. هنضغط عليها. وبعد كده هتنزل تحت شوية هتلاقي كلمة اخفاء التطبيقات. هنضغط عليها. زي ما احنا شايفين كده جاب لنا كل التطبيقات اللي على الموبايل اللي ممكن نخفيها. اللي احنا انا عايزين نخفيها نخفي ايه? برنامج اللي هو برنامج مسجل المكالمات. هنضغط عليه كده. علامة صح. وهنيجي على كلمة التطبيق اللي فوق دي هنضغط عليها. كده احنا خفينا التطبيق. لو حبيت انا ازهر التطبيق. لو حبيت مسلا ازهر التطبيق هتشوف دلوقتي مع بعضينا. بس بعد ما نتأكد ان التطبيق اختفى. اروح نشوف كده التطبيق موجود ولا لا? ركزوا يا جماعة هو كان موجود هنا مع التطبيق اين دول? هنحوش بس اللي يكون ده على جنب. اهو. دور معي كده. التطبيق مش موجود. اهو. التطبيق كده احنا خفناه. يبقى احنا كده خفينا التطبيق من على البرامج. وخفينا التطبيق من اه اشعارات التطبيق وسنية تسجيل المكالمات ما بتزهرش هنا. كده احنا ضمننا نفسنا ان ما فيش حد ممكن يشوك ان المكالمات بتسجل وبتروح على جوجل درايف وانا من خلال موبايل تاني بقدر اطلع على المكالمات دي اه ازاي هنقدر يا جماعة زي بنا زكرت ازاي هننظهر الفيديوهات التطبيق ده. اه انا كنت زكرت ان انا مسلا لو انا عايز اشوف مسلا او واعرف نفسي ان انا مسلا متراجب ولا لا او الموبايل بتاعنا اشتريته ومفيش حاجة زي كده بكل بساطة باجي على الشاشة وادوس ضغطة مطاولة زي ما انا بقلت في الاول باضغط ضغطة مطاولة وباجي على عددات الشاشة الرئاسية باضغط عليها وبننزل كده نيجي على كلمة اخفاء التطبيقات اللي هي موجودة هنا دي بنضغط عليها ولنزل لتحت كده ندور على التطبيقات اللي موجودة عندنا واحنا طبعا هكيد واحد كل واحد عارف التطبيقات اللي موجودة عنده لو لقي تطبيق موجود عنده هنا ومعمول عليه علامة صح موجود هنا ومعمول على علامة صح زي ما انت شايف كده تعرف ان التطبيق ده موجود على الموبايل وعمل له عملية اخفاء اه بمجرد ما انت تضغط عليه كده وتضغط تطبيق وتطلح كده وتروح على التطبيقات هتلاقيه موجود وسط التطبيقات زهر معاك زي كده طبعا احنا خفناه علشان نقدر زي ما انا قلت لك ان الضحية او اللي انت حطط له الموبايل ما يحطط عليه التطبيق ده قلت ان الموبايل ما ما يشكش في اي حاجة. اه موضوع الفيديو طول جدا يا جماعة وصل لحد تمامتاشر ووصل لحد تساحتاشر اهو داخل على تساحتاشر دقيقة معلش انا الفيديو طول بس انا اه زكرت لك وشارحت لك كل حاجة التفصيل قدامك علشان تقدر تستفاد طيب يا جماعة ما تنسناش بلايك الفيديو لو عجبك وشكرا لدعمكم المستمير وصلنا الارباح تلاف مشترك ودعمكم الحقيقي للفيديو ودعمكم للقناة انك تعمل لايك الفيديو مشاركة الفيديو على امانك التواصل الاجتماع حتى استفيد غيرك وشكرا لمتابعتكم وشكرا لكم مرة تانية والسلام عليكم